بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازايكم يا شباب. هنكمل مع بعض النهاردة ان شاء الله فيديوهاتنا على الاسنايب اي تي. احنا المرة الفاتت خلاصنا قصة الستنجيز دي كلها وبنينا البيانات الاساسية بتاعتنا لنعتمد عليها بعد كده في الادخالات الاساسية للاسيتس. النهاردة ان شاء الله هندخل على جزئية الاسيتس ونشوف اللي موجود هنا. لو دخلنا على الاسيتس وجبنا list all. هدي كل الاسيتس اللي انا ضغطها عندي في البرنامج عندي. مسلا سميت الاسيتس الاول ديسكتوب 001 واعتمد على الاسيت موديل اللي هو موجود ديسكتوب بي سي مسلا. الكاتيجوري بتاعته ready to deploy. ومعمل له ديبلويد للأكسس لليوزر لاسمه اكسس. اللوكيشن بتاعه الفرع الرئيسي. البرشيز كوست بتاعته كام? وهنا ده جزء الفيلد سيت اللي احنا اضفناه. المكان ادرس والاي بي والس بيو والاو اس والرام والا ام اي والفول نمبر. ونيجي للجزئيات التانية لها اللي تشيك ان ولي تشيك اوت. ده معمول له تشيك اوت. فظاهر عندي تشيك ان علشان لو ضغطت عليها اعمل له تشيك ان. لكن هو اصبح تشيك اوت. هنا نقدر نعمل برضو لنفس الاسيتس دوت. نقدر نعدل عليها نقدر نمسحها. لو دخلنا على التعديل بتاعها. فعندي هنا اول حاجة علشان اضيف اسيتس جديد عندي بيزهر عندي الكمباني. وده طبعا احنا اضفناها من السيتن. فبختار الكمباني اللي انا محتاجها. الاسيت تاجز. وحنا اتكلمنا على الاسيت تاجز قبل كده. بضيف السيريال بتاعة الجهاز دوت. بختار الموديل بتاع الجهاز دوت. وده برضو في الاسيت موديل زي اللي احنا شفناها قبل كده. احنا شرحنا جزئية السيتنجز في البداية علشان كده. كل حاجة بتسمع معايا هنا وانا بضيف الاسيتس. فهنضيف الموديل اللي احنا يعاوزينه. هنا برضو الـ دولت علشان الـ اخترنا الـ لو خطرنا ما بتظهرش معايا الـ او الـ اللي احنا اضفناها. لو رجعنا للـ هتظهر معايا الاشياء ديت. لو رجعنا كل الـ اللي احنا اضفناها بتتغير معايا. هنرجع الـ مثلا الـ مثلا يبقى فكل دي اضافات انا بضيفها. انا برضو الـ رام عندي في أنا ضيفها وضيف فيها 4 جيجا 8 جيجا 12 16. فبراحتك ممكن تسيبها مثلا وشخصاتك فيها الحاجة اللي انت محتاجها او تعملها وتختار منها الاختيار اللي انت محتاجه. فهدى حاجة ترجع لك يعني بالنسبة للـ و احنا شرحناه قبل كده. الـ بقى الـ بقى الـ بقى الـ دي برضو اللي احنا شرحناه قبل كده. هيبقى بروكل نوت فيكسابل ولا ولا بنتينج ولا ريدت أو بلي ولا اركايف ولا قوي تفور سنربير امت necessity برضو بتحدد ستيتوس اللي انت عاويزها. او ما فيش حاجة من هنا ممكن تعمل نيو وضيف الاستتيتوس اللي انت محتاجها وهنا برضو بنسبة للموضل لو امتالموضل مش موجود عندك تقدر تعمل نيو فديت بتقدر تعمل بها الموضل بشكل سريع جدا من الشاشة ديت. مش لازم نرجع لشاشة. العشان نعمل الحاجة. هنا برضو بالـ يشترز ممكن نعمل برضو الاستتيتوس بشكل سريع كده من نفس الشاشة. مش لازم نرجع ونعمل الستيطس. هنا برضو الاسيت نيم البرشز ديت انت اشتريته امتى? انت جابه منين? حسب البرشز انت جابه منه الوردر نومبرز البرشز كوست الوارنتي مسلا ممكن اتناشر شهر مسلا وارنتي تكتب النوتس اللي انت عايزها. ده موجود في الفرر الرئيس ولا لا. الموديل ده واتنقدر نعمل له requestable ولا لا? هل الشخص يقدر يطلب الموديل دوت او الاسس دوت ولا لا? وممكن نعمل requestable. ممكن نعمل select image ونرفع image للاسس دوت الديسكتوف دوت ترفع له image. زي ما احنا عملنا قبل كده بنفس الشكل دوت ونعمل save. فهنا كده نرفع له اساسا image. ومعمل له radio to deploy للموظف اللي اسمه access. لو عملنا مثلا create new. هنعمل مثلا للشركة ديت. وهنا الاسس تجيب عندي رقم تمانية. السيريان اكتب اي حاجة. الموديل هنختار الديسكتوف. عندك السي بيو اي حاجة. الفيرجن اي حاجة. اي بي ادرس. وهكذا. فهنختار اي حاجة الستيتوس مثلا هيبقى ready to deploy. لما بختار ready to deploy بيجيب لي الموظف. هيختار user ولا asset ولا location. هنختار مسلا يوزر. هنضيف اي يوزر عندنا مثلا هنا كده. الاسس نيم. نضيف الاسم اللي انت محتاجه. السبلاير برضو ضيف الاسم اللي انت محتاجه. البورشيز كوست مثلا برضو حط الرقم اللي انت محتاجه. الوارنتي. النوت. الديفولت لوكيشن. هل ريكوستابل ولا لأ. سيلكت الامج. هنجيب البيكتشورز. مثلا الامج دي. ونعمل سيف. يبقى هنا كده الاي بي ادرس. والماك ادرس مكتوبين بشكل غلط. ممكن نلغيهم خالص. ونعمل سيف. فخلاص احنا كده اضفنا اسس جديدة. احنا اضفنا اسس جديدة بالاسم دوت بالشكل دوت. ومحطوطة اليوزر دوت وفي الفرع الرئيسي. وهكذا. نقدر نجيع برضو على الاسس دوت. ونعمل ديليت. محناش محتاجين الاسس ده. لكن معمل له تشيك ان. لازم اعمله تشيك ان عندي الاول عشان اقدر اعمل له ديليت. هنا نختار الستيطس عندنا ونخليها ونعمل تشيك ان. يبقى انا كده جبت الاسس دوت عندي. هنا محطوط له واصبح موجود في الادارة عندي. موجود في الادارة عندي. دوت يعني هو خلاص الموظف السلام وراحل الموظف. فعند هنا. ونقدر نعمل بعد كده لان احنا خلاص جبناه في الادارة عندنا نقدر نعمله لكن طول ما هو معمل له على موظف مقدرش عمل له ده بالنسبة للاسس وازاي اقدر اضيف اسس عندي في البرنامج بشكل سهل وبسيط جدا يعني. وازاي اقدر اعمل معينة. مسلا. lady وهانا الجهاز و 없이 ما فيش موظف يعني هو جاهز ان انا سلمه لشخص ولكن انا ما عملتلوش الصنع على موظف معين. او عملتلوش لموظف معين. فان اقدر ندخل على الجهاز دوت. ونعمل فالشيك اوت يعني هنا هنخرجه من الادارة بتاعتين واده لموظف. هنعمل اللي هنا هنعمل على موظف ولا على الاس اسس واللي على هنعملها على موظف. ونختار الموظف اللي احنا محتاجينه مسلا الموظف دوت. عندي اللي تشيك او ديت. بقى ديت بتاعنا. او خليها على الاكسس دوت مسلا. فهنا ظهر لي كل الاسس اللي موضي على الاكسس دوت. يبقى الوزر اكسس ده عليه ديسك توب وعليه برينتر عليه لاب توب. هنا اللي تشيك او ديت. والاكسي بيك تيدي تشيكن ديت. يعني لو فيه اكسي بيك تيدي مثلا هتجيب الجهاز فيه. تقدر تكتبه من هنا. تكتب النوت سي اللي انت عاوزها. وتعمل تشيك اوت. يبقى عندي هنا الاكسس بقى عندي ايفون وبقى عندي لابتوب وبقى عندي برينتر وبقى عندي ديسك توب فكل دولة أسيتس موجودة على الـ User زل اسمه أكسس لو جينا هنا على اليسار فهنا الـ List الموجودة عندي في عندي هنا تحتها في عندي Broken أو Noted Fixable وديت اللي احنا قلنا عليها لو جينا هنا على الـ latest playable ودخلنا على الـ Broken وهنا معموله show insideigesague nego deposit يعني عملنا لها صح وظهرت عندي هنا اللي هي broken note fixable الحاجات اللى باقي مش معمول لها فمظهرتش معايا الدفولت انها معمول لها ديفولت يعني بتزهر عندي في البداية خالص لما باجعت احطار ال statistics باي كمبيوتر بتزهر عندي في البداية not fixable فهي دي جزئية الدفولت وجزئية положi adaptive meuuan… لو جينا هنا مثلا كده وعملنا edit هنيجي على الستيطس. اده broken note fixable لما عملناها default فظهرت عندي في البداية. علشان احنا مختارينها default فظهرت عندي في البداية. هي الbroken note fixable. فهي دي جزئية الbroken note fixable. فعندنا الجزء التاني اللي هو ال all deployed. ال all deployed دي كلهم عملهم deployed عندي. ال ready to deploy عندي اتنين و ready to deploy. عندي ما فيش. ال all archive. وهكذا. احنا بنسبة للاسس احنا كنا بنعمل تعديل عليه من هنا ونشوف التفاصيل بتاعته. لكن لو دخلنا عليه من هنا ضاب الكلكي عليه من هنا كده. فهدين التفاصيل تانية بنسبة للاسس. لو عملنا barcode او مسحت الbarcode دوت هدي لك نفس الصفحة دي بالضبط يعني. يبقى اي شخص معه الbarcode دوت هيخش على نفس الصفحة دي. في عندي هنا مسلا ال status ready to deploy وعمل معموله دي بلويد للموظف الاسمه اكسس. ال company. ال ال اسس اتنين السوريال. ده المنفاكت شهر مسلا الدل. والدل احنا ضيفين لها الويبسايت بتاعها والسبورت بتاعها. عندي هنا الكاتيجوري الموديل. فدي كل التفاصيل الخاصة بال الاسس دوت. اللايسنز الخاصة بالاسس دوت. متضاف عليه لايسنز واندوستين. اه الكمبوننت مسلا الكمبوننت اللي متضاف عليه مسلا مونيتور مع الجهاز. في يو اس بي كيبورد متضافة مع الجهاز. في يو اس بي ماوس متضافة مع الجهاز. في عندي الاسس هنا مفيش حاجة. في عندي المنتنانس. اه هو خرج مرة منتنانس هو رجع تاني. اه في عندي الهيستوري. بدا كل ده الهيستوري الخاص بالجهاز. تشيك اوت كريات نيو. ابديت ابديت تشيك ان. تشيك اوت وهكذا. فدي تعتبر كل التفاصيل للجهاز. الفايلز بردو نقدر نرفع اي ملفات خاصة بالجهاز دو. اه بتسليمه بفاتورة شراء بفاتورة سيانه. اه باي حاجة يعني يقدر نرفعها هنا. فايلات خاصة بالجهاز نفسه. ده بالنسبة للاسس. بالنسبة بقى لجزئة اللايسنز. اللايسنز انا عندي لايسنز اوفيس 365 واندوز 10. ادوب فوتوشوب ادوب برمير. وهكذا. ففي لايسنز مجموعة برامج كتيرة في اللايسنز. ولكن احنا حطينا دولات كده كمثال نشوفهم مع بعض. لو عملنا هنا مثلا ادت. هتا بتكتب اسم بتختار الكاتيجوري بتاعتك. خدناها الامي اس اوفيس لايسنز. او عندي صوفت وير او عندي ويندوز لايسنز. فعنختار الامي اس اوفيس لايسنز. وده كاتيجوري. ولو الكاتيجوري مش موجودة بتعمل نيو وتختار الكاتيجوري اللي انت محتاجها. بتحط البرودة كتاكي بتاعتك. الساتس. عندك كام كام لايسنز. كام كام جهاز. هي دي معنى الساتس. فحنا عندي هنا خمسين جهاز. يبقى اللايسنز دي تعتبر فوليوم لايسنز. اقدر اديها الخمسين جهاز عندي. عندي الكمبني مثلا الشركة اللي انت فيها تختارها المانفاكيتشور. ايه اخترناها انها مايكروسوفت. اللايسنز التونين. ماشي الاميل. ري اصاينبول. تقدر تعملها ري اصاينبول. عندك السابلاير اللي اشتريتها منه. الوردر النمر البرشيس كوست. وهكذا فدي كل تفاصيل خاصة بالليسنز. نقدر نضيفها للليسنز نفسها. فعندي الوفيس تونين خمسة وستين. عندي التوتال خمسين. والافيلابل تمانية واربعين. يبقى انا حطيت اتنين ليسنز لتنين جهاز. والمتحين عندي تمانية واربعين. وبرضو الويندوز تين برضو لو عملنا على تعديل. نفس القصة برضو عدد الساتس اللي عندك كام. اللي يعتبر اهم حاجة عندي الساتس اللي عندك كام خمسين. وبرضو نفس القصة انا اديت خمسين اللي متحين عندي. الافيلابل تسعة واربعين. يبقى انا فيه جهاز واخد لايسنز. لو قفنا مسلا على الوفيس تونين خمسة وستين ودخلنا جواها. بيدين التفاصيل بتاعتها دي كلها الكمباني. بيدين المونفكيتشور. بيدين البرودكتكي الكاتيجوري. السبلايرز. الكوست. الساتس اللي موجودين عندي. الرئاس تينبول يسوى لأ. هنا بيجيب لي بقى الساتس. دولة الخمسين اللي عندي بيجيبهم لي في شاشة هنا. الست الاول اليوزر ده واغده. الست التاني اليوزر ده واغده وده المكان بتاعه فين? والاساس بتاعته ايه بالراض؟ وده تشيك ان ممكن ارجحها تاني. التشيك اوت ممكن اخد الساتس التالت دا وتأديه لموظف تالت. نعمل تشيك اوت ونختار اليوزر اللي هنديله. الساتس ديت عملنا تشيك اوت. هنا بقت 47. لو دخلنا على الافيس تاني. لو دخلنا على الساتس يبقى الساتس واليست تو واليست سيتي يبقى دولة التلاتة ليسنز المسحوبين عندي من اللايسنز الموجود عندي ودي عدد الست الموجودة بنفس الشكل دوت الفيل ابلود ممكن ترفع اي ابلود او اي فيل انت محتاجة خاصة بالليسنز ترفحها هنا اللي تشيك اوت هستوري بتاعة اللايسنز دي تشيك اوت تشيك ان كريات وهكذا فده الهستوري بتاع اللايسنز بتاعتك من ساعة ما دخلت الادارة لحد ما تنتهي فهنا الهستوري دي برضو جزئية مهمة جدا انت كنت يعرف اللايسنز دي رحت لمين وتسحبت من مين وتضافت لمين وهكذا ده بالنسبة للايسنز هنشوف برضو الاكسيسوريز الاكسيسوريز عندي احنا مثلا عملت لابتوب باج مثلا الهيدفونز الويرلس ماوس والكيبورد فانت بتختار الاكسيسوريز اللي انت بحتاجها والحاجة الموجودة عندك مثلا في الشركة عندك لو جينا برضو عملنا هنا الاكسيسوريز مثلا في انهي شركة اسمها ايه الكاتيجوري بتاعتها ايه او الكاتيجوري مش موجودة بتعمل نيومين هنا السبلايرز برضو لو مش موجود بتعمل نيومين هنا المنفكيشة مثلا نعملها النون عندك اللوكيشنز موجود فين الموديل نومبر وهكذا البرنامج بيبعت لأليرت بيقول لي معادش موجود غير نسخة واحدة بس فهو ده المنموم كوانتيتي من عندي هنا عشرة وهنا مثلا لو هنرفع صورة جديدة وهنعمل دليت للصورة القديمة وهكذا ده بالنسبة للأكسيسوريز لو جينا ضغطنا على الأكسيسوريز يبقى هنا كده الامج بتاعتها هنا النيوم هنا الكاتيجوري الموديل نومبر عندي هنا التوت العشرة عندي المينموم واحد عندي الافيلابول تمانية الافيلابول تمانية يعني اني عملت تشيك اوت لتنين البرشيس كوست 100 وهكذا لو ضغطنا عليها بيجيبني تفاصيل القصة ديه او اللابتوب باكس ديت راحت ليوزر اسمه اكسيس وراحت ليوزر اسمه محمد بقى وده شكل الاكسيسوريز اللي عندنا لو جينا هنا على الهيد فونز ديت وضغطنا عليها برضو راحت ليوزر اسمه اكسيس بتاريخ كذا ليوزر اسمه محمد عمر بتاريخ كذا وده الصورة بتاعتها نقدر نعمل تشيك انو ونرجحها في الإدارة عندنا تاني او نعمل تشيك اوت ونديها الحد تاني وهكذا نقدر نعمل تشيك اوت وندي نديها لشخص تاني وهكذا لان احنا عندنا الكوانتت بتاعت من عشرة فلسه متاح معانا ثمانين نقدر نديهم من اي حد تاني وهكذا الكونسامبلز بقى دوت التونرز مثلا او البيبرز بتاعت البرينترز او تونرز بتاعت البرينترز فهو ده الكونسامبلز لو ضغطنا عليها برضو هتدين هي راحت لمين في عندي حاجة واحدة بس ونبعدتها لليوزر اسمه اكسيس بتاريخ كذا وده الصورة بتاعتها لو رجعنا تاني وجبنا الادت هنا برضو اسم الشركي الكونسامبلز نيم الكاتيجوري وهكذا المصلع اللي عاملها تفاصيل دي كلها كل الحاجات دي احنا عدين عليها قبل كذا الكونتتي اللي موجود معايا حاليا عشرين المينموم كونتتي مثلا نخليها اتنين لو وصلنا لتنين بيبعط لاليرت على الايميل ان ما خلاص الحاجة دي تخلصت معاشي منها لتنين بس فهيارت تجيب زيادة وهكذا ونقدر نعمل ده بالنسبة للكونسامبلز وده السعر التاحة هنيجي هنا للكمبوننت الكمبوننت مسلا العامل المونيتور اللي دي اربع وشرين انش ليه هديل مسلا عند الرام دي دي ار سري مسلا عند الرام دي دي ار فور الاس اس بي سامسونج يون تيرا اليوز بي كيبورد فكل دي كمبوننت انا بضيفها على الجهاز او بسلمها مع الجهاز يعني الاسس نفسها تبقى عبارة عن الكيسة نفسها او البوكس نفسه هيبقى معايا الشاشة وهيبقى معايا الكيبورد هيبقى معايا الماوس وهكذا لو جيني هنا وضغطنا على الشاشة نفسها تفاصيل الشاشة يبقى الشاشة دي اطراحت لطلين موظف الشاشة دي خرجت مع الجهاز نفسه اللي هو الديسكتوب ديسكتوب زرو زرو وان وخرجت مع الجهاز التاني اللي هو ديسكتوب زيرو زيرو وان وممكن اعملي رجحها تاني او هنا بردو رجحها تاني فانا عملت اصل للكمبوننت على الجهاز نفسه ومش على الموظف. فهن احنا عملنا اصلل او تشيك اوت مش بشكل مختلف شوية لو عملنا هنختار هنا. هنا اسم اللي عندنا بتاعته ايه بالزبط? المينموم الفرر الرئيسي وهكزا. وعندي الصورة بتاعتها. بالشكل دوت. يبقى عندي خمسين شاشة موجودين عندي. الريمينج تمانية واربعين. انا انا المينموم اللي عندي اتنين. وانا سلمت اتنين لتنين موظفين فبقى عندي تمانية واربعين شاشة. اعمل يتشيك اوت. ال 80's الوصف. هنا هنا لتشيك اوت. انا هاخطر اللي هيك اوت على أست معينة مش على يوزر. فهنا الكمبوننت فاحنا بنضيف الكمبوننت على موظفة على اس watching. ولكن الاكسيسوريز احنا بنضيفها على يوزر معين أو على برضو على جهاز معين. ففي فرق ما بين الريمين مبين الاكسيسوريز ما بين الكمبوننت. فالكمبوننت احنا بنضفها او بنعملها check in او check out على اسة معينة فنختارها على الاسة دوت او هنختارها على الاسة دوت. او هنخترها على الاسد دوت. ونعمل اتشيك اوت. يبقى انا خرقت الشاشة ديت على تلات اسد. الديسكتوب 001. الدسكتوب 002. والدسكتوب 003. لو ضغط على دسكتوب 003. هيديني التفاصيل بتاعت الدسكتوب نفسه. لو دخلنا على دخلنا على الكمبوننت. فالكمبوننت ما ديني الشاشة بس يبع عندي الدسكتوب. يبع عندي الكيسة ديت. والكمبوننت اللي معاها عبارة عن شاشة. ونقدر نضيف معها بردو كيبورد وماوس. ما هو ده جذئية الكمبوننت. لو رجعنا على الاكسسوريز وعملنا تشيك اوت. فاللي تشيك اوت على يوزر. الاكسسوريز بعمل اللي تشيك اوت على يوزر. ولكن الكمبوننت. انا بعمل اللي تشيك اوت على الاسيتس نفسه. مش على اليوزر. ففي فرق ما بين الاثنين عشان تقدر تحدد الحاجة دي تتبقى هي كومبوننت ولا اكسسوريز. هنا مثلا احنا نحطين الكيبورد والماوس فاحنا نحطونها ممكن انت تحطها كومبوننت. وهكذا. مثلا ممكن نجيب البي سي وبرنتر مثلا ونحطهم مع بعض ونعملهم تشيك اوت على شخص معين. فهنا بالشكل ده في عندي لاني عبارة عن بس بجمع اكتر من مع بعض في واحدة تشيك اوت مرة واحدة على الموظف. فهي ده البي بول دي احنا شفناها مع بعض قبل كده احنا مع ال ال داب. الامبورد. نشوف الامبورد ديت مرة تانية ان شاء الله. لو جينا على الريبورتز هنا بتديني مجموعة من الريبورتز صحيحة جدا. هنا الاجتيبيتي ريبورتز كل اللوكز او كل الحاجات اللي تمت على البرنامج. الحاجات اللي اعطى عملها تشيك او ديتشيك اوت الديليت. فدي كل الاجتيبيتيز اللي تمت على البرنامج. فعند بتجيب الجهاز نفسه ايه اللي حاصل عليه. الديبريكيشن ريبورت الاهلاك مثلا. فهي مجموعة من الريبورتز حلوة جدا. وهتفيدة جدا. عندك اللايسنز ريبورتز تقدر تشوفها. الاسد مينتنانس ريبورتز تقدر تشوفها برضو. الكاستم فيلدز عندنا تعتبر هي اهم حاجة عندنا. بتختار كل الفيلد اللي انت محتاجها وبتعمل الكاستوميزيشن لريبورتز بتاعك. مش لازم بتختار التمبلتز الموجودة دي. هنا برضو ممكن تختار الكامبانيلتز محتاجها مختار اللوكيشن. اه ففي مجموعة من الفيلترز موجود عندك او ممكن تختار كل حاجة من الجنب من هنا زي ما موجود هنا. وبرضو اضيف لك في الاخر هنا الكاستوم فيلدز. وبتقدر تعمل جنريات وبيسايبه لك سي اس في فايل. مفتح السي اس في فايل اللي عندنا. يبقى هو ده الريبورتز بتاعنا بشكل دوت في عند الكامباني في عندي الاسيت الاسيت نيمي التاجز الموديل السيريال. وهكزا فاجيب لكل التفاصيل اللي عندنا. فعندي جزئية اللغة العربية بس هنا لو ضفنا حاجة باللغة العربية بتبقى مش ظهر عندنا فممكن نيجي على جزئية الداتا او نفتح ملف اكسل جديد ونيجي على جزئية الداتا ونعمل امبورت فروم سي اس بي فايل ونختار ملف سي اس في وهتظهر معنا اللغة العربية بشكل سهل جدا. على ما اعتقد ان القطة دي واضحة يعني مش محتاجة نحن نفصلها يعني. فهو ده شكل عندنا بكل بتاعته بكل التفاصيل بتاعته وتقدر تعمل بالشكل اللي انت عاوزه. وتخرج بالشكل اللي انت عاوزه. فهي دي قصة عندنا في البرنامج بنسبة بقى لل جزئية ديت برضو محتاجة ان احنا نخش على الموظف نفسه ونضيف عليه انه يقدر يشوف جزئية عشان نقدر ندخل ونشوف جزئية دوت والموظف يقدر يدخل ويشوف ان الاجهزة ديت متاحة للطلب فيبدأ يطلب للجهاز دوت نفسه يعني. فممكن تتطبق السيناريو دوانك في الشركة عندك لو متاح انك تطبق ان الموظف نفسه يقدر يدخل على البرنامج. يدخل على الجزئية بتاعت فهتظهر له كل الاجزاء ديت. فلو هو عاوز البرنامج دوت او عاوز التليفون دوت مسلا يقدر يعمل ويطلب التليفون دوت. فولكن الريكويستابول لازم ندخل على جزئية البيبل. هنجيب الشخص نفسه. هنعمل مثلا على اليوزر. هنجيب جزء البرميشنز نفسه ونشوف ونعمل لها جراند. البيو ركويستابول اسيتس. البيو ركويستابول اسيتس. ونختار لها جراند ونعمل سيف. فهو ده اليوزرز نفسه لو وقفنا على اليوزرز يديني الانفرميشنز بتاعته لكل تفاصيل اليوزرز. في عند البداية التانية البرميشنز. البرميشنز عندي ان انا اقدر اديله جراند مثلا من هنا على الريكويستابول او اقدر اديله على الاودت يقدر يشوف جزئية الاودت او الشيك اوت او الشيك ان. فدي كل البرميشنز اليوزر يقدر يشوفها. بالنسبة للاسيتس احنا اخترنا البيو ركويستابول اسيت. بالنسبة للأكسسوريز ممكن ان نخليه يشوف اي شاشة هو محتاجها او الكنساندلز او وهكذا. فكل دي احنا بنديها للموظف نفسه. فانت علشان الموظفين يشوفوها لازم مع كل موظف هتعمل الجزئية ديت ما ينفعش نعمل لها يعني. فهنا مع كل موظف هتخش وتدي له الجراند ديت لو انت عاوز تطبق السيناريو دي عندك. فهو دوت بالشكل دوت لو عملنا بالك مسلا بالك ايدت. ده كل الناس. هنعمل هنا ما تدنيش ان انا اقدر اعدل على البرميشنز فالبالك ايدت عبارة ان انا نعدل على على الوكيشن على لكن مفيش في البالك ايدت. فهنرجع فحنا لازم نعدل على كل الموظف البرميشنز بتاعته. لو جيني هنا على الجزئية الاخيرة بتاعتنا وعملنا من هنا. او هندخل بالام عمر. وانعمل دخول. فانا كده دخلت على الصفحة بتاعتي انا كموظف. فده صفحتي انا كموظف. الجهاز دوت في العهدة بتاعتي. الترميز بتاعه والاسي بتاعز بتاعته. الاسم بتاعه. الموديل بتاعه. السيريال بتاعه. يبقى ده الجهاز الديسكاتوب اللي على العهدة بتاعتي. اه ده برضو اللي موجودة على العهدة بتاعتي. ده برضو اللابتوب باكز كاكسيسوريز موجود عندي والهيتفونز موجود عندي. وهكزا يبقى دي الصفحة بتاعتي اللي انا هشوف منها العهدة بتاعتي. وهنا قابل للطلب ده الريكوستة. وزا ما قلت لازم اخد برميشنز على الصفحة ديت علشان اقدر اشوفها. هنعمل قابل للطلب. فديه ثلاثة اجهزة. اقدر انا اطلب الايفون مثلا دوت. اعمل طلب. يبقى انا كده اطلبت الجهاز دوت. فالطلب دوت هيروح لادارة الاي تي. وهما بعد كده يوافقوا على الطلب دوت ويسلموني التليفون دوت. ديت الموديلز اللي اقدر اطلب انا عاوز اطلب دوت مثلا. والكمية بتاعته كام. او البرينترز مثلا. والكمية بتاعتها كام. وهكذا. فانا اقدر اطلب اصله. اقدر اطلب الاسيت موديلز. في الاسيت موديلز نفسها كنا بنختار جزئية الريكويستابل. فهي دي الجزئية الريكويستابل. وهي ديت الشاشة اللي بتظهر للموظف. وديه يتعرض الاصول المخرجة. وديه الصفحة الاساسية بتاعتنا. ولو جينا هنا الريكويست اسيتس. فانا طالب الاتين دولت. انا طلبت برينتر وطلبت ايفون. لو جينا الاكسبتت اسيتس. هيزهر لي هنا لو اي حاجة منهم متوافق عليها تظهر لي هنا. لو جينا تعديل الملف الشخصي وعكذا. فالحاجات دي احنا كلها شوفناها المرة اللي فاتت. نعمل تسجيل الخروب. يبقى هو ده كان برنامج لسنايب اي تي. احنا كده نهينا البرنامج بالكامل. ووضحنا كل التفاصيل اللي فيه. ما فيش اكتر من كده نقدر نقوله في البرنامج. كل التفاصيل اللي ممكن تتقالي احنا قلناها لكم. ارجو ان المعلوماتكم وصلت بشكل سهل وانكم استفدتوا فعلا من البرنامج. يريد تكتبونا برضو في الكومنتس هل انتم استفدتم من البرنامج ولا لا? هل البرنامج كان مفيد ليكم? اي السيناريوهات اللي انتم طبقتوها عندكم? ايه المشاكل اللي قبلتكم? واحنا ان شاء الله نرد عليكم. نشوفكم مع برنامج جديد مع شرح جديد ان شاء الله. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.